أما بقى في الإمارات وقرار منطقي جدا من اتحاد السلة أنه هو يلي كل مسابقات الكاس في كل منافسات رجال وسيدات وناشئين بسبب طبعا توقف النشاط الرياضي فيروس كورونا أكيد هو السبب الاتحاد الإماراتي قرر أنه يمد مطشاط الدوري العام في كل مراحل لبداية الموسم الجديد ولكن ما يكونش فيه بطل درع التفوق العام اللي بيكون في نهاية الموسم لأن الموسم الحالي أكيد هو استثنائي وتلغى منه مسابقات الكاس والتوقف الطويل قرر الاتحاد الإماراتي لكرة السلة إلغاء مسابقات الكاس وما كشفش عن موعد عودة النشاط من جديد وده طبعا الحال في كل الرياضات تقريبا يعني توقف النشاط الرياضي أو تجميده لأجل غير مسمى لحين إشعار آخر ده طبعا كله بيتوقف على مدى سيطرة العالم كله على بيروس كورونا